اعتقلت قوات الأمن المصرية هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد موسي السلطات كانت قد حكمت على قنديل بالسجن لمدة عام لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شريكة عامة خلال التسعينيات وألقي القبض على قنديل في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة وكان متجها إلى السودان بحسب السلطات وقبل ثلاثة أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد قتل خمسة عشر شخصا معظمهم من رجال الشرطة وأصيب أكثر من مئة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية أمن مدينة المنصورة